أولا الخروج في سبيل الله من خلال تجربتي أنا الخروج في سبيل الله هو يكون بحسب حال الإنسان إن كان هذا الإنسان عالما فهو يخرج يعلم وإن كان غير عالم فيخرج يتعلم والتعلم في الخروج في سبيل الله ليس تعلم علم المسائل وعلم الحديث والفقه ولكن تعلم علم الفضائل حتى ينشرح القلب والصدر فيكون عند الإنسان الرغبة والإقبال على طاعة الله عز وجل والمحافظة على أوامر الله والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خروج في سبيل الله حتى تأتي الصفات الإيمانية التي لا يمكن أن تأتي الإنسان من خلال القراءة حتى تأتي هذا الصفات في الإنسان يعني مثلا الصفات الصبر فالخروج في سبيل الله يخرج فيه العالم والجاهل العالم يعلم والجاهل والأمي وطالب العلم يتعلم والعلم يكون علم الفضائل حتى ينشرح القلب والصدر لتطبيق ما يسمع لأنه ليس المهم أن يجمع الإنسان معلومات ولا يطبقها فتكون حجة عليه يوم القيام وحتى يأتي فيه عظمة السنة وتقديرها وتعظيمها يعني أنا رأيت واحد في باكستان كان بتوضع هو رجل يعني أمر حوالي 78 سنة وقالوا هذا من الرعاة رعاة الأغنام ولكن لما كان بتوضع صار يبحث في الجابه وشكل مذهول كانت إقامة الصلاة قريبة فكان يبحث كأنه فاقد شيء فقالوا لا عايزة تبحث ضعت فلوس ضعت أوراك شيء قال لا المشواك أين المشواك يبحث عن المشواك قال قالوا أشياء فسيطة المشواك الصلاة مقبولة بدون المشواك قال صحيحة لكن فضيلة الشواك كيف أصلي بدون الشواك فكان مهتم جدا أن يطبق السنة وذكر بعض الأحاديث عن صبر السواك وخاص مع الوباء ومع الصلاة فهذا ما نجدهم في كثير من العلومات الذين أحضرون الكتب ومعه الشهادات والدكتوراه تجد واحد قد تمر عليه أسابيع وشهور ما حمل السواك فيه كذلك الاهتمام مثلا في طلاة الجماعة الاهتمام في الأمر المعروف أنها المكر تجد كثير من العلماء يجلس من وجاز كلها منكرات ولا يحرك ساكن لا بأسلوب حسن ولا بغير حسن فعظمة الدين وعهمية الدين تأتي في القلب من خلال خروج في سبيل الأسفل تطبيق السنة في البيت على أهل البيت على الشخص في العمل في السوق في التعامل مع الأقارب مع الأصدقاء كل هذا وكذلك أصفات الإيمانية مثل الصبر الحلم المجتمحة العفو استجابة الدعوة للإصلاح مثلا بين الناس كثير من الناس أعرفهم كان متكبر جدا يعني يكون الحق عليه مخطئ والحق عليه وبيجي صاحب الحق يستدمحه حتى يصلح بينه وبينه ولكن يرفع وبتعنت وبتكبر وبوصلها لأعلى المستويات لكن لما خرج في سبيل الله صار هين لين عنده الصفات الإيمانية يعفو ولو كان الحق له ويسامح بحقه ورأيذ واحد كان محتاج جدا من ناحية مادية وإلو على واحد عشر دانير كان أقرد بيها من سنوات وهذاك لما أخذها كان وعده بعد أيام أو في ناحية شهر يردها فهذا الرجل كان محتاج وتذكر أنه فيه لعشر دانير عنده هذاك الرجل فقال بدي أروح أخذفه بعدين تذكر حديث النبي على السلام قال تؤدوني الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم فصل ركعتين وطلب من الله أن يلهم ذلك الرجل أن يأتي له بالمال بعد الدين في نفس اليوم وبعد فترة قصيرة ما شافوا إلا رجل داخل عليه وسلم عليه وقال لي يا أخي لله أنا اذكرتك أنك في يوم أيام أطيتني عشر دانير وأنا كنت ناسيها نسيت أرد لك فالحمد لله الآن تذكرت وتفضلها عشر دانير بينما يمكن لو صارت مع أي إنسان يعني ما أتعلم هذا الحديث وما أحاول يطبقه بروح برفع على قضية وبعمل على الدعوة وبعمل مشاكل وهكذا كثير يعني وجدنا هات كانوا عندهم المنكرات والأشياء المحرمة في البيوت فلما خرجوا في سبيل الله على الرغم من قلة العلم لكن لما رجعوا إلى البيت بدأوا بحركة تغيير بحكمة وبرفق وبهدوء أزالوا المنكرات وأصلحوا ما في البيت والزوجة الصلحات والأولاد صلحوا صار بيت يعني يقال عنه إسلامي تشم في راحة الإسلام بينما كثير من معترامي للعلم وأهل العلم الطلاب مثلا تخرجوا من كل الشريعة تدخل بيته أبدا كأنه بيت يهودي عن الصالح الصور والتماثيل ومن جميع الأشياء حتى أعرف بعض الناس تخرجوا من كل الشريعة زملائي لي وهم لا يصلوا أعرف أعرف واحد تخرج من كل الشريعة في الفترة اللي كنت عمي أدرس فيها المساح وما كان يصلي واحد عين قاضيا ومعه ماجستير في الشريعة وهو لا يصلي خارج منه كثير ويتجد كثير من طلاب العلم كذلك في كل الشريعة يتعامل بالربا يتعامل محرمات يستمع الأغاني والموسيقى فالخروج في سبيل الله لجميع مستويات الأمة الجاهل الذي لا يفقه في الدين شيء وطالب العلم المتوسط والعالم فكل واحد يأخذ على قدر حاله إما أن يكون عالم فيعلم ويفيد والحمد لله خرجنا مع علماء في سبيل الله استفدنا منهم كثير منهم الدكتور نعمان أبو الليل الأستاذ التفسير كان في الجامعة الإسلامية والآن في الباكستان وخرجنا مع نات قدماء في الدعوة ما هم علماء ولكن يعني ما رأس الدعوة منذ أمر طويل فصال عنده استاذات إيمانية عجيبة يعني تحس فيهم الإخلاص والنور والبركة هل تظن أن هذه الحسنات التي ذكرتها لا توجد إلا في الجماعة الذين يخرويون كما يخلون في سبيل الله هي موجودة في كثير من الناس إذا كان هذا الشيء موجود في غير جماعة التبليغ مهلا كيف حصلوا ذلك بطريق الخروج نعم بطريق الخروج هم حصلوا هذه الصفات ماذا أنت علي كان سؤالي بارك الله فيه ألا يوجد جماعة آخرون متخلقون بالأخلاق التي ذكرتها وربما بغيرها وبأحسن منها وليسوا من جماعة التبليغ ولا هل خصال الحسن محصورة في جماعة التبليغ لا موجودة في هذا كان سؤال الأول السؤال الثاني هل هؤلاء الذين هم ليسوا من جماعة التبليغ حصلوا هذه الخصال الحسن بالطريقة نفسة التي يحصلها جماعة التبليغ أم بطريقة أخرى فإن قلت هي بطريقة جماعة التبليغ ما أظنك تقول هذا لأنك تعلم أنهم ليسوا من جماعة التبليغ ولا هم على منها جماعة التبليغ أظنك تقول هذا ولا عندك رأي تاني يعني سأقول حصلوا ما حصلوا بطريقة أخرى غير طريقة الخروج هذا أريد أن أقول مع احترامي أن الأعمال التي يمارسها الإنسان وهو خارج في الدعوة قد يمارسها وهو غير خارج في الدعوة حسن يعني مثلا حلقات العلم هذا الذي نريده لا يحتاج الأمر إلى شرحة لأنه أنا حطيت طريقتين طريقة الخروج كما تقولون في سبيل الله لتحصيل المحسنات هذه الصفات هو طريقة غير الخروج فكل من الطريقين عم يحصلوا الخصال بدليل إيش الواقع الوجود نعم جيد إذن أنا أريد أن ألفت نظرك وأنت إن شاء الله اسم على مسمى عقل حتفهم علي ما أقول إذن إذا كان هناك شيء طريقة أخرى تمكن بها من تمكن من تحصيل تلك الصفات التي تسمونها بالصفات الإيمانية فإذن ما ينبغي نحن أن نوهم الناس ولو بغير قصد أن الطريق لتكميل هذه الصفات الإيمانية هو الخروج المسمى بالخروج في سبيل الله لأن حينئذ منكون عما فهم الناس أنه كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عاشر الله ما نقول هذا أنا عارف هذا لذلك عما إلاك وإلا ننضطر نقول إليك وانت ونعسو إليك إذن ليه نحن حاطين دأبنا بدأب الدعوة إلى الخروج في سبيل الله على ما ذكر وذكرت أيضا أنه الناس يخرجون لا يوجد أنهم لكنهم يتعزمون هذه وحدة يا أستاذ عقل هل أن أجيب عليها نعم أجيب عليها لا ما عندك جواب عليها لأني أقول ما أنت موافق عليه شو بدأ أجيب عليه تغبيح لا لا ما يحتاج الأمر إما أنك موافق أو مخالف إذا موافق أنا بمشي في سبيلي لأنه هو سبيلك وكنت مخالف وأنك تضل بيت لا موافق هذا هو موافق أسمحني أسمحني صباح رح يرد علينا إشكالات كثيرة جدا على هذا العمل أولا وعلى هذه التسمية ثانيا وهو الخروج في سبيل الله أعتقد أنه إن خفي على بعض الناس ما سأقوله فلا أقول في ظني بل في اعتقادي أنه سوف لا يخف عليك وهو أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وليسلم وأن الأمر كما قيل من أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف إذا كان هذا كما قلت بالنسبة إليك أنه إن كان هناك من يخالف فيما أقول فأنت لست منهم بل أنت معنا فيما نقول أنه خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف الآن نحن نسمي هذا الخروج بالخروج في سبيل الله سبيل الله كان موجودا في القرون الثلاثة المشهود لا بالخيرية ولا مفقودا ما تستطيع أنت أن تقول أنت غير قد يقول أما أنت بصورة خاصة المسمى بعقل ما تستطيع أن تقول إلا أنه كان موجودا فهل تعلم وجود هذا الخروج في ذلك الزمن الذي كان فيه الخروج في سبيل الله معهودا ومعمولا به فهل أنت ما أعتقد أن هذا الخروج الذي يقوم به الآن جماعة التبريغ كان موجودا في ذلك الزمان أي زمان وجود الخروج في سبيل الله ما أظنك تستطيع أن تقول نعم أنا أستطيع أن أقول نعم التضر الآن هنا نحن مشينا في خط متفقين تماما أما الآن شو بدأ أردت لكن سنلتقي إن شاء الله ها ها نشوف ما دليلك على أن هذا الخروج كان موجودا في ذلك الزمان الذي كان فيه متحققا الخروج في سبيل الله أنا بشوف القضية متناقضة يعني موجود ومش موجود هذا في تطورنا أنت بقى تقربنا هالشيء نحن نتطور متناقض وهذا نشوف أثبت أين كان هذا الخروج ومبدأ متى بدأ ومتى وقف طبعا علم الحديث أنت أستاذنا فيه قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس نهاية القصة أنه عندما جاء إلى الرجل العالم وقال له أريد أن أتوب قال له نعم لك توبة بجوز قاطع كلامك طبعا أنت ظاهر ما أدركت شؤالي أدركت لكن أنا هذا كمقدمة لا بس تكون مخطئ خاصة مثلي أنت في الحديث كذا الحديث الذي تذكره ليس له علاقة بخروجكم له علاقة بخروج شخص معين يعيش في جو فاسد فيؤمر من العالم وليس من الراهب الجاهل يؤمر بأن ينتقل إلى بلدة أخرى صالح أهلها وفعلا يستجيب ويأتي الموت في الطريق وتتولاه ملائفة الرحمة نعم ما علاقة هذا بالذي نسأل عنه العلاقة وثيقة العلاقة وثيقة أننا نعيش في بيئة فاسدة ونحتاج إلى بيئة صالحة حتى نصلح فيها يا شيخ أنتم عم ترجع للبيئة الفاسدة بارك الله فيكم نرجع للبيئة الفاسدة حتى نصلحها لا حتى نعيش فيها ونحن محفوظين من الفاسدة لا أولا مؤخذ هذه موارطة مكشوفة هذه موارطة مكشوفة تماما لأنكم إذا رجعتم إلى البيئة لتصلحوها فلماذا تخرجون منها فأبقوا فيها وأصلحوها لأن الإنسان الحديث هذا بيئلك نعم الذي سميت به ما تتأثير بالتلقينات التي تلقنها من الجماعة من الحزب لأن هذه مشكلة الأهزاب القائمة اليوم على وجه الأرض الحمد لله ليست حزب أنا لتلك الجماعة أولا أو الحزب فأنتي خذ من الإسمين ما يناسبك ما تأخذ الإسم اللي بناسبك إنك ترد علي لا خذ سميها جماعة سميها حزب سميها ما شيء فأنا لو لتلك حزبك أفتلي الحمد لله جماعة ما يناحزب المهم هذا التلقين الذي تلقنه الأحزاب لأفرادها نحن نلمسه لمسا اليد في جماعة التبليغ رجل كهذا الذي ضرب به مثلا ما يعرف إن كن يصلي مثل الناس آخذ إيش حجه طالما سمعتها من المتعلم من العالم والمتعلم والجاهل كلهم سواء من جماعة التبليغ بقول لك الرسول قال بلغوا عني ولو آية لين تعلمي نحن نبح صوتنا نتحدث بأهاديث الرسول عليه السلام نادر ما واحد يجي يحفظ حديث ليش؟ لأنه ما أعمل إن لقلوا إلا تحفظ هذا الحديث أعمل إنه حديث من عشرات المياه لكن هنا في توجيه مخصص أنه أحفظوا أن يقولون كذا والجواب كذا والآخرين بل بغوا عني ولو آية طيب هذا حديث صحيح لكن هذا ملقن الرجل ولذلك لما بيجي يتكلم معه رجل عالم هو بيذكر له الشيء ليش سمعانه بس ما بيعرف أنه إليه علاقة بهذا الكلام ليش سمع ولا ذا فأنا أرجوك وأنا ثقتي بك كبيرة وكبيرة جدا أنك تستعمل عقلك القصة هذه لها علاقة بإنسان شرير قتل تسعة وتسعين نفسا ثم الله أراد لولدايه فأراد أن يتوب لكن ما بيعرف طريقة التوبة ما هي فسأل عن أعلم أهل الأرض فالدل على راهب يعني على جاهل متعبد فذهب إليه قال لو أنا قتلت تسعة وتسعين نفسا هل من ثوبة قتل تسعة وتسعين نفس وبدأ كتوب ليس لك ثوب كمل العدد بالمئة لكن رجل يريد أن يتوب فائلا كما قرأت فيسأل يدل على عالم يروح لعنده يقول له أنا قتلت مئة شخص بغير حق هل من ثوبة قال له كيف لا ولكنك بأرض سوء فخرج منها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح آلوى فخرج يا رجل شو جاب يا أستاذ عقل هذا لهذا وجابهتك بكل صراحة قلت لك لو أنكم تركتم هذه البلاد وهاجرتم إلى بلاد هي خير من هذه فألك أصبت في استشهادك في الحديث لكن أنتم تخرجوا منهم بتغيبوا أربعين يوم أكثر أقل وبترجعوا لنفس البلد الفاسدة آلوى كيف تستذلون بهذا الحديث على هذا الفعل هذا من شك الآن هو لما قال له اذهب إلى القرية الصالحة نعم قصده أن يعيش فيها حتى يموت إلى الأبد ولا قصده حتى يطمئن إيمانه وتصلح أحواله هذا من تمام التعليم يا أستاذ عقل هذا من تمام التعليم ولا مؤاخذة منطقيا منطقيا جاوبني منطقيا شو عندك شو القصد من هذا أنه ما يموت هناك ما هيك هذا خطأ قصده أنه يذهب إلى هذه البلد لحتى ينصلح حاله وما ينوي الرجوع إلى الأرض الفاسد التي هرب منها الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلم كان يحرم على الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أم يمكثوا في مكة أكثر من ثلاث يام وإن هاجروا من إيش من مكة إلى المدينة ومكة أفضل المدينة والصلافية كما تعلمون جميعا بمئة ألف صلاة لكن حتى ما ينا في هجرتهم خرجوا من مكة مهاجرين في سبيل الدين المدينة فيحنوا إلى وطنهم إلى بلدهم لا لكم بس بقاءة جتية يعني ترجعوا لبلدكم التي هاجرتم إليها فهذا الحديث الحقيقة هذا الحديث أنا أذكره بمناسبة كثيرة والأخ عنده مئات الأشرطة من المحاضرات والكلمات التي أتكلم فيها من جملة هذا الحديث بالذات أنا أضعه في موضوع ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أنا وإي القد هذا القد يكون صلاحه بصلاح الجوارح وصلاح الجوارح بيكون بمخالصة الأخيار ومنابذة الأشرار والرسول عليه السلام ولا أريد أن أطيل عليك ذكر أحاديث كثيرة جدا جدا يؤكد فيها على صحبة الأخيار فيقول من جامع المشرك فهو مثله أي خالطه ويقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين ويقول المؤمن والمشرك لا تتراء نارهما وأذكر هنا كلام طويلا لتأكيد ضرر صحبة الأشرار وحسبك تذكيرا قول عليه السلام مثل الجريس الصالح ومثل الجريس السوء مثل الجريس الصالح إما أن يحذيك هو الباء العطور إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رأيها تنكريها ومثل الجريس السوء كمثل الحداد إما أن يحذيك والأخ عنده مئات الأشرطة من المحاضرات والكلمات التي بتكلم فيها من جملة هذا الحديث بالذات أنا أضعه في موضوع ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وإن قال هذا القد يكون صلاحه بصلاح الجوارح وصلاح الجوارح يكون بمخالطة الأخيار ومنابذة الأشرار والرسول عليه السلام ولا أريد أن أطيل عليك ذكر أحاديث كثيرة جدا جدا يؤكد فيها على صحبة الأخيار فيقول من جامع المشرك فهو مثله أي خالطه ويقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين ويقول المؤمن والمشرك لا تتراء نارهما وأذكر هنا كلام طويلا لتأكيد ضرر صحبة الأشرار وحسبك تذكيرا قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء مثل الجليس الصالح إما أن يحذيك هو الباع العطور إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة كريهة ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة فهذا الرجل العالم نصح الرجل أنه يترك هذه الأرض السيئة آلوة ويهاجر إلى الأرض الصالح آلوة مو مشان يسبضع منه نيك صلاح ويرجع لا مشان يحصن حاله في هالي المكان الصالح ويترب ويعيش ما شاء الله له أن يعيش فمن أين نأخذ بأنه رائحة هنيك مشان يتذود وشوفها وأستاذ عقلي أنا الحقيقة آسف جدا أن عقلك يشرد ما هابي الأوهام أنت الآن بتقول يا ترى رائحة مشان يموت هنيك ولا مشان يرجع أنا شايف الحديث ما له علاقة إطلاقا من أي زاوية درسنا الحديث منها أخيرا بتقول كأنك بتقول ما بتصرح أنه هو راح ينصله هنيك وبعدين يرجع للأرض الفاذة مشان يصلح فيها طيب هدون الجمال عم يروحوا لفرنسا أم العهر والفسق والفجور وعم يجوا لهون راحوا متما راحا ذاك رجل للأرض الصالحة أعلى مشان إيش يتحصنوا بالأخلاق الصالحة هنيك ويرجعوا لهون يصلحوا يا أستاذ فما حديث ما له علاقة بأي وجه من وجهه أبدا بهذا الخروج المقنن المنظم وما أريد أن نذهب بعيدا أنا لا أزال أنتظر الجواب الواضح لأنه أنت أجب بحديث عن شخص أنا كان سؤالي أن هل تعلم في الوقت الذي تعتقد كما نعتقد أن الخروج في سبيل الله كان موجودا من قبل هذا الخروج مش جب لي شخص جب لي حديث هذا الخروج نعم نحن ما تهيت من الإجابة أنا جبت هذا كوي كم مقدمة جميل جدا هذه مقدمة لكن هذه مقدمة كما ترى ليس لا أصل أبدا بهذا الخروج الجماعي المقنن المنظم إنما هو خروج من أرض فاجدة إلى أرض صالحة ونحن ما في خلاف في هذا إطلاقا صح أو لا صح إذن شو على أنا جبت هذا على مستوى خرد أما بالنسبة لمستوى الجماعة على مستوى خرد 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 أنا شخص ما هذا سؤالي ما هذا سؤالي بارك الله فيك طيب إذا ساء آله إلى بلد آخر آله صالحة هذا هو دلالة تعليف ونحن ليس هذا خلافنا بحثنا الآن هو هذا الخروج للجماعي هل تعلمه كان موجودا في القرون الثلاثة المشهود باب الخيرية والمتفقون نحن وإياك أنها خير القرون قلت أنت نعم وأنا أظن هذا بعيد تحقيقه لكن وفوق كل ذي المنعليم فتفضل هات نشوف كيف كان وين كان هذا الخروج الجماعة الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم المعروفة أيضا بذي الطر بذي الطر قاطعك يا أخي لأن هذه أيضا من جنة التلقينات ناقشنا فيها مشاعيخون وطلابكم والآخرين هدوني لي خرجوا بارك الله فيك نخبة نخبة من أصحاب الرسول اسمهم القراء إلى اليوم القراء ما خرجوا جهلة عليهم رئيس واحد وبلاش أولى الرئيس الواحد بدل رئيس وأمنه رئيس بدل فأمنه لأنه ما فيهم علماء لكن نفترض أنه أعلم علماء الدنيا لكن الذين معه يهد أما هناك الرسول أرسل سبعين قارئا والقارئ تعرف أنت في زمن الرسول ليس هو القارئ في زماننا صح ولا لا إذن هؤلاء دعاة بمعنى الكلمة يدعون الناس إلى ما هداهم الله إليه بواسطة نبينا عليه الصلاة والسلام هم قراء وهم علماء وهم يحببون القرآن وإلى آخره أيضاً بدأ ومتى وقف سبحان الله بدأ ببداية بعتة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ببداية بعتة النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أنت نسيت ما ذكرتك الآن يا أخي ما أمنحكي عن خروج الفرد أنا ضربت لك مثل الآن في عالمين عالمين إذا واحد شرأ واحد غرب للدعوة في سبيل الله هل هو هذا الخروج اللي عم تكلم عنه لا هذا خروج علماء وحنئلك الآن أنا هأضرب لك مثل في نفسي أنا بقيل ثلاثين سنة في سوريا أخرج بوحدي في انفرازي هذا ما أحد فينكره وهذا هو دعوة الرسول عليه السلام فأنت بتقول بدأ بالرسول عليه السلام لا يا أستاذ البحث بفرك علي أنت البحث أنا صابر معك تماماً بس ما بريد ضي وقتك وبالتالي ضي وقت البحث أنا بتعرض عليك الحجة اللي عندي حتى إذا كان خطأت لي لا بس أنا بريد أنا أريد شيء ما أتمناه من غيرك أعطي بالك الحقيقة أنا ظني فيك غير ظني في جنات الآخرين برك الله فيك يعني أبل ما أبل ما تلقي عليه حجة تفكر فيها وفهام علي أنا شو بدي بدي حجة تجيز لهالجماعة دون هذا الخروج الشام للجامع هل هل فيه مثل ما أتلك فيه ممكن عالم إذا ما قلنا أوير إذا ما قلنا إلى آخره أما الذين معه ما يعلمون شيئا هذا النوع من الخروج وين دليله جبت لي حديث الرجل هل قتل تسعة وتسعين نفسا تنيت بسبعين قارئا فقراء دون علماء ثلث أخيرا قلت محمد عليه السلام وعده سبحان الله أنا أريد دليل أنت مقتنع فيه أما إذا كنت بتقول والله أنا بأعرض عليك ما عندي من الحجج هل سمعت شو رأيك فيها هذا رح الثاني لكن أنا شفتك متحمس تماما في الجواب لأخونا هذا ما ندري أريد بنا خير أم شر لما أثار هذا الموضوع ونحن ما من هذا التقينا واجتماعنا وكما قلت في أول كلام جواب له أن هذا الوقت مخصص لك وللأخ يعني كنت معه لكن لن نستفيد نحن أما هو بيقول عنا بالشام يدخل أسفين أتوله أسفين أتوله أسفين كوي فهذا مالك على البال أشهد الله لا إن شاء الله يكون خير كلامه على كلها بارك الله فيك ربما يكون عندي معلومات أظن على الصحوة خطأ فوضحتها هذا ممكن بارك الله فيك لكن بقى طريقة البحث ممكن يخترق في فرق بين إنسان مثلا تناقش أنا وغيرك في مسألة ويقول اللي قال رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله وكلا وهو أمل بمقدمة أنه أنت من عرفات مختص في الحديث وكذا وكذا طيب أنت بقى اللي قال رسول الله ما تسألني هذا الحديث صحيح ولا من صحيح ما تخليني أنا أقول لك هذا الحديث موضوع يا أخي نعم تعتجي فهي معنية ولا لا وتلك الأمثال نضربها للناس لعل هم يتفكرون فالشاهد أنا بدأت على فؤال مع الإسلام فضل الآن الرسول صلى الله صلى الله صلى الله لما كان يخرج إلى الكفار في أسواقهم وفي محلاتهم ويدعوهم كان معه مثل أبو بكر ووسامم زيد أو زيد بن حارسة ممكن يكون معه واحد اثنين طبعا واحد اثنين أو أكثر ممكن يكون ما في مانع فالعالم فيهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام نعم والذين معه نعم هم بالتأكيد أكل علما منه أكيد إلا نقول يعني قد يكونوا جهلا في بادئ الأمر في بادئ أمر الدعوة يعني ما كان عندهم رصيد من العلم أو لكل عندهم لما تصل لما تصل لها النقطة يختلف الجواب هل هذا الخروج كان في أول الدعوة أو فيما بعد هذا في أول الدعوة وين يعني لما الرسول السلام كان يخرج مع أبو بكر وكان أبو بكر يعرف القبائل ويكون مع نبيك دليل يدله على الناس ويعظف عليهم في بادئ أمر الدعوة ونتميّل أنه خروجه كان ليدل الرسول على شيء هو بحاجة إله لكن هذا الخروج خرجت القضية عما نحن في صدد هذا الخروج ألم يكن له أثر في نفس أبو بكر رضي الله عنه وأنا أنكر هذا بارك الله فيه أنا أنكر هذا لا تنكر هذا إذن ليش عمس أنا سنة شؤال أنا أريد أن أخرج إلى نتيج الله أنه إذا خرج الجماعة فيهم إنسان متعلم عالم أو طالب علم ومعه ناس أميين جهلا عصا ولكن يريدوا أن يستفيدوا يستفيدوا علم يستفيدوا صفات يستفيدوا إيمان هل نقول أن هذا الشيء يعني لا يجوج أو ماذا نقول إذا أنت تقف عند حدود السؤال وما تعالج الواقع إليه جواب أما إذا كان قصدك بالسؤال معالجة الواقع فإليه جواب تاني ما الذي تريده كلامك مش ماضح إليه إيش يعني أعالج الواقع هذا الخروج الواقع اليوم هل يخرج من الهند من السند ما أدري منين وعم إلى آخر البلاد الإسلامية ما شاء الله منها هو هذا اللي عم تسأل عنه أنت ولا عبارة عن خروج مصغر لا هذا اللي أقصده إيش بتخذو الخروج هاد نعم هاد نعم مثلا تقصد هاد نعم هاد بقلك لا الخروج المصغر دائما موجود في كل عصر في كل قطر في كل مصر هذا صحيح صحيح نعم ولذلك في فرق بين السؤال الذي بتسأله أنت ويكون الجواب أنا بقلك نعم هذا موجود هذا مشروع وبتأكد أنت بتقول لي هذا صحيح لكن هذا الصحيح ما بصح هذا الخروج الذي نحن الآن زند حوله لماذا لأنك أنت وأنا متفقين أنه مثل هذا الخروج الأول هل اتفقنا على صحته موجود كما قلت أنا آنفا موجود موجود في كل عصر وفي كل قطر ومصر لكن هذا الخروج لا أصده إطلاقا في كل القرون الإسلامية لمضيه فإذن هذا غير ذلك ألا نقول أنه هذاك الخروج اللي أكررنا عليه أو كرناه هو أصل لهذا الخروج نعم أبدا سبحان الله هذا هل يقول رح الفيت نظرك بقلا شيء هذا مثل هل يستحسن كل البدعة تخرج اليوم وقبل اليوم يجبو لك أدلة عامة هذه الأدلة العامة ما تشمل هالحادث الخاصة خلينا نأخذ مثال هو من أبسط الأسئلة يقول قائلهم ليش عم تنكروا الصلاة الرسول بعد الأذان ألا يشمل هذا الصلاة الرسول بعد الأذان قوله تعالى مثلا صلوا عليه وسلموا تسليما ألا يشمله قوله عليه السلام من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بيعشرة الجواب لا يا أخي لا لأنه هذا هذا الأذان مشروع وألحق به شيء لم يكن من قبل في كل هذه القرون المضت المشهود لا بالخيرية فالآن استدلال ببعض النصوص العامة على هذه الحادثة هذا هذا استدلال خطأ ليه ليه أنا بدأت كلامي بارك الله فيك معك قلتلك أننا متفقين أنه خير الهدى هدى محمد ومتفقين على قولهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف فهذا الخروج الموجود الآن يقينا ما يستطي إنسان عنده ذر من عقل وعلم أن يقول إنه كان فيما مضى من القرون لا نقول القرون ثلاثة وبس كلها القرون هذه هذه حدثت في هذا الزمان ولا شك وصلنا بارك الله فيك أن الاستدلال بالقضايا الخاصة على قضايا عامي هذا خطأ والمعيار لا تنسى المعيار وكل خير في اتباع من سره ولعلك ذكر لما قلت لك الخروج في سبيل الله يقينا كان من قبل لكن السؤال هذا الخروج في سبيل الله كان من قبل بهذا الشكل المتعارف عليه بالتقنية والتنظيم الذي ذكرت لا ما كان هذا هو هذا نحن نقيس على الأصل نعم القياس على الأصل يعني أنا أريد أثارك سؤال مثلا هل كان مثلا الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس مثلا كونه مؤلف وعالم في التفسير هل كان يجلس مثل جلستك هذه في هذه المكتبة وأمامه الطاولة وعنده الرفوف وعنده الأجهزة الكهربائية والأجهزة لا والله ما كان هل نقول هذا العمل ليش أنت هل صار لك سعب تعيب حالك مشان ما تقول هل خروج ما كان ليش ليش ما كانت مثل حكايتي بقلك لا والله ما كان من عباس ليش أنت ما بتقول أنا خروج لا والله ما كان ليش بل بتحاول يجيب حديث واحد وثلاثة والآخرة مشان ما بيقول أنا بالشام ولا مؤاخذة مشان نغطي سماوات بالأبوات ليش مشان هذا أنا بقلك يا عقل حالينا أقولك عقل مشان هيك بقلك أنت لا تتلقن ناقشنا لني خروج الرجل حربا من بلاد الفسق والفجور إلى بلد الصالح أهلها منقيس عليه خروج المسلمين من بلدهم الصالح على عجره وبجره يا عقبالك خروجهم يقاس خروجهم من بلد الصالح على عجره وبجره إلى بلاد الفسق الفجور إلى أمريكا إلى بريطانيا هذا يقاس على هذا سبحان الله ابن حزم الظاهري من كبار علماء الأندلس ويسمى بالظاهري لأنه يعتمد على النصوص في الظاهر بطريقة فيها جمود متناهي جدا ولسنا الآن في هذا الصدد من جموده ينكر القياس خلافا لجماهير العلماء والقياس الحقيقة هو الدليل الرابع لعلك تذكر معي القرآن والسن والإجماع والقياس فآخر الأندل للأربع هو القياس ليش لدقته ممكن واحد يصحبين يقيس خد بالك ممكن واحد يصحبين يقيس ولم آخر أنا بإنك لأني أنا أولا عيشت كل الزمان صريحا وبخاصة مع إخواني اللي نشعر فيهم بالإخلاص فأنت منهم إن شاء الله أنا بإنك أنت ما بيطلع عبيدك تقيس هل يريد أن يقيس أسمح لي أنت هل أديك سعط له منك إنه نقيس هاي على هاي ولأ آخر لكن هذا مو طالع منك طالع من غيرك مو طالع من غير لذلك بأي لك فكر الشاهد القياس اللي دقته علماء الجمهور علماء السنة جعلوه في المرتبة الرابع ابن حزم نسأ أنكره بالكبير لكن أنا بتعجبني منه عبارة لما بناقش القائسين اللي بقيسهم الحقيقة بناقش قياسات بالتعبير السوري أيضا القياسات لم تنزل ميزان ولم أبان قياسات بعيذة عن الصواف كل البعض مثلا أنا عشت المذهب الحنفي المذهب الحنفي بإنك إذا تكمل المصلي في صلاته ساهيا بطلت صلاته إيش الدليل قال قياسا على المتعمد الله أكبر هذا قياس النقيض على نقيضه يقص يقص الساهي على المتعمد بطلت صلاته بطلت صلاته بطلت صلاته الله هل أنت كلامه هل أنت كلامه ما أغلق ما أغلق الشاهد الخياس يا أخي ما هو بسهل أبدا ألا شيء بجرى شيء فلما نجد فلما محترمين وإن أحسن موجودين اليوم على وجه الأرض الإسلامية طبعا لأنه ما في غيرها ولكن مع ذلك إذن أشياء نحن ما بنوافق عليها السبب عدم دقة النظر فأنت بتعرف مثلا أنه هم بيضعوا أيديهم بعد الرفع من الركوة شو هجتهم طبعا إذن هجيه ما بيقولوا شيء عن عباد لكن نحن بدنا ندرس هذه الهجة لنتأمل فيها هل يصواب لخطأ بيقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة هو ضعج يمنع اليسرى قام في الصلاة هذا قيام كلام صحيح أنا شو بقول بها بقول هذا دليل لا ينهض مع أنه أنا بقول معهم أن هذا حديث صحيح كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنع اليسرى صحيح حديث صحيح لكن هذا القيام الثاني شو الدليل أنه داخل في هذا النص اللي أول ما بينصب بينصب عن القيام الأول واضح كلامي لا هنا هذاك عام نعم هذاك كلام عام وما بخصو ما بكف يقول هنا يبقى الشاهد ما بكف الواحد منهم يقول يا أخي كلام هذا نص عام بيشمل قيام الأول وبيشمل قيام الثاني لأنه نحن منقول جاءت نصوص كثيرة في أن الرسول كان يضع اليمنع اليسرى في القيام الأول فهل عندكم نص واحد أن الرسول كان يضع في القيام الثاني لا وجود لهذا النص إذن هذا الدليل العام لا يصل الاستدلال به في خصوص هذا العمل الخاص واضح؟ أقرب لك الموضوع بشيء ما وقع بعد لكن أخشى نقع إذا دخلوا جماعة في وقت الظهر مثلا واحد بده يصلي السنة شرعا من المسجد الثاني غربا إلى آخر واحد ينادي بأنه يا أخوانا دعنا نصلي جماعة قال عليه السلام يد الله على الجماعة هاي حديث قال ينصلي السنة الخبري جماعة وربما بيتمع هذا الحديث بحديث ثاني صلاة الجماعة ترضى صلاة الفل بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين درجة وربما بلحقه بحديث ثاني صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أذكى من صلاة الأثنين وهكذا أحاديث صحيح لكن استجدال غير صحيح يترى بإيش بنردنا هنا يا أستاذ على هؤلاء الذين استدلوا علينا في هثواهر هاي في التجمية لصلاة السنة ما في عنا حديث الرسول قال لا تصلوا في السن القبلي جماعة ما في عنا أي حديث لكن شو عنا فأل النبي والصحابة آيوة بارك الله فهل فعل الصحابة هذا الجواب لا يترى فهموا الأحاديث هذه فهما صحيحا الجواب لا ترى فهمهم كانك فهمك أنزى الجواب لا لأنه لو كان جواب لا أيضا هل تركوا تطبيق ما فهموا وجيت أنت تستدرك أنت حيث شاركتهم في ما فهموا لكن خالفتهم في تطبيق لأنهم ما طبقوا الجواب لا هذا المثال بارك الله فيك بيوضح لك أنه أي تكتل أي تجمع لم يسبق له سنة في العهود الطاهرة النيرة هذا نحن رحل سنة مثل ما هذا الرجل اللي قاله ثلاث سندات ثلاث أحاديث لكن استجلال بهذه الأحاديث خطأ لأنه السلف ما فعلوا هذا أنه قياس صورة على صورة هذا أمر صعب صعب جدا أولا وبخاصة إذا تعارض هنا بيت القصيد مع حياة المجتمعات الإسلامية الأولى فضلا عن المجتمعات الدنيا لأنه في أشياء مثلا تغيرت وتبدلت بعد القرون الثلاثة لكن في أشياء والحمد لله لا نزال محتفظين فيها لا فرق بين سلف وبين خلف مثلا محافظة على الصلاوات في المساجد هذا توارثة والمسلمون خلف عن سلف لكن في أشياء يفعلها خلف ما فعلها سلف لذلك فأنا بريد تنتبه لها المراحبة هذه الاستدلال بالنصوص أقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعا كثيرا جدا نتفق لإنكارها فيقيم الحج علينا أصحابها بنفس الأذل التي نحن نريد أن نبرر واقعنا الحالي هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله هذا الخروج المعروف اليوم لكن يا أستاذ ألا ترى معي أنه نرجع بقى للأمر المتفق عليه أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا أنه كثيرا ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج فأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس وبالتعبير السوري بدل ما يشمططه إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي يعني يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم وإلى أغري أليس الأولى بهم أنه يجرسوا في بلدهم كجماعة يتكتلوا حلقات في المساجد يدرسون فيها القرآن يدرسون فيها السنة يدرسون فيها الفقه أليس هذا أولى من هذا الخروج بارك الله بارك الله لذلك نحن ننصح هؤلاء وأنا أعرف جيدا بأنه كثير من الذين يخرجون يخرجون لوجه الله لا يريدون جزاء ولا شكورة ولكن ولكن أوردها سعد وسعد مجتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل فهدول المخلصين نحن كلامنا معهم وألا كل جماعة فيهم مغرضين هدول المخلصين ليتنادوا ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا التجويد في مسجد من مساجد في بيت من بيوت الله كما قال عليه السلام مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليه مستكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ووغش ملائكة